الصين تعلن السيطرة على كورونا في عقر داره مدينة ووهان عادت لتستعيد عافيتها بعد انحسار اعداد المصابين بالفيروس في الايام الاخيرة المدينة وبعد نحو شهرين ونصف من الحجر الصحي التام تسترجع تدريجيا نمط حياتها الطبيعية السكان سمح لهم باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة الى النشاط بقرار من السلطات حتى السابع والعشرين من مارس بلغ معدل استئناف العنشطة التجارية 99% عاد ما مجموع 97% من التجار الى العمل مع زيادة حجم الاعمال التجارية باكثر من 50% مقارنة مع بداية شهر فبراير اعلان السماح بالستئناف حركات النقل والجولان لم يمنع تحذير السلطات من ان خطر الاصابة بالفيروس في اقليم خوب وعاصمته وهان على وجه تحديد ما زال قائما رغم حديث علماء وخبراء صحة صينيين عن انقضاء المرحلة الاسوأ العزل والتباعد الاجتماعي هو الاجراء الاهم الذي اثبتت فعاليته حتى الان تقول السلطة الصينية واصرت على تطبيقه بصرامة لتطويق الفيروس كما تعمل الان على نقل تجربتها في الحرب على الوباء الى مختلف دول العالم سئناف العمل يمدنا نحن ودول العالم بالامل لكننا يجب ان نبقى محترسين ما امكن خشية انبعاث الفيروس في البلاد من جديد عزلنا انفسنا في بيوتنا لفترة طويلة عشنا اياما مرعبة لكننا لم نفقد الامل وحرسنا على ان نظل متفائلين ونأمل ان يندثر الفيروس على وجه الارض في القريب العاجل هنا ظهر فيروس كورونا اول مرة ومن هنا انتشر ليجتحى ازيد من مئتي دولة حول العالم مخلفا خسائر هائلة في الارواح تجربة الصين في مجابهة الفيروس اثبتت نجاعتها واضحت دول عديدة تحذو حذوها على امل ان يخرج العالم من هذه الازمة باقل الخسائر الممكنة ترجمة نانسي قنقر